السلام عليكم لمن شاء الله في هذا الفيديو نشوفوا درس قياسه الأطوالي والكتلي والمساحاتي تقدير تحويل مقارنة ترتيب وتأطير تمرير رقم واحد لدينا هذا الجدول ولدينا الصنف ووحدة القياس المناسبة بالنسبة لوحدة القياس المناسبة لدينا بالأصفر لوحدة الأساسية لقياس الأطوال وبالبرتقالي لوحدة الأساسية لقياس الكتال وكذلك الوحدة الأساسية لقياس المساحات باللون الأزرق والسؤال أضع علامة على الوحدة المناسبة لكل صنف في الجدول ولماذا هي الوحدة المناسبة الصنف الأول وهو قلم قياس طول قلمين دنفى بالنسبة للقلم فهو طوله صغير فيقاس بالسنتيمتر ثم قياس ارتفاع قسم وقياس ارتفاع قسم بمأنه أطول من القلم وطول بعض الشيء فيقاس بالمتر فالوحدة المناسبة وهي المتر قياس مساحة مدينة الضار البيضاء المعروف عن قياس مساحات فتأخذ بالكيلومتر المربع إذن فمساحة مدينة الضار البيضاء بالكيلومتر المربع قياس مساحة منزل بما أن مساحة منزل أصار من قياسة قياس مساحة مدينة إذن فلوحدة المناسبة وهي المتر المربع قياس سمك قطعة نقدية مادنية فتقاس بالميليمتر كيف ما كنشوفه بالعين مجرد السمكة القطعة نقدية فهو صغير جداً هذا السمك ممكن نعطوه اسم كذلك ربما نعطوه ارتفاع لأنك تشوفه بأنه واحد سمك ضعيف جداً لذلك فهو يقاس بالميليمتر ثم قياس كتلة شاحنة كتلة شاحنة فهي طاقيلة جداً لذلك فهي تقاس بالطن قياس مسافة بين مدينتين وكذلك معروف عن قياس مساحة أو عفوا مسافة بين مدينتين فهي تقاس بالكيلومتر مضاخنة الكيلومتر ثم قياس كتلة حصان فكتلة الحصان بالكيلو غرام وأخيراً قياس كتلة حب الدواء وبما أنه حب الدواء فهي خفيفة جداً فتقاس بالقرام با أحدث ثلاثة أشياء من محيط المدرسة يمكن قياسها بالغرام وثلاث أشياء بالمتر وثلاث أشياء أخرى بالمتر مربع بالنسبة للغرام يمكن قياس كتلة طباشير أو قطعة طباشير كذلك قلم كتلة قلم وكذلك كتلة ممحات أما بالنسبة للمتر ندينا طول حجرة الدرس كذلك ممكن طول أو العرض بالنسبة لحجرة الدرس كذلك المسافة بين بين الباب المدرسة وحجرة الدرس وكذلك علو أو ارتفاع أو طول باب المدرسة أو باب الحجرة أو باب إدارة بالنسبة للمتر المربع مساحة سبورة هاد الأشياء وهي تقريبية فقط كذلك مساحات بالنسبة لمساحات فدائما توقعها بالمتر المربع مساحة حجرة الدرس كذلك مساحة المدرسة أو ساحة المدرسة ثم أحدث ثلاثة أشياء يكون قياسها يقارب ما يلي ألف عشرون سنتيمتر باب واحد متر مربع وجيم اثنان جرام فبنسبة لعشرون سنتيمتر فطول المسترة فهو عشرون سنتيمتر كذلك طول ورقة وكذلك طول مقلمة بالنسبة واحد متر مربع مساحة طاولة مساحة سطح سطح طاولة وكذلك مساحة سطح مكتب مكتب معلم أو أستاذ ومساحة باب غرفة وباب حجرة الدرس ثم بنسبة الجيم اثنان غرام كتلة حبة الدواء كتلة جوزة كذلك كتلة كتلة وزرع 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 كتلة كتلة